متعة لا تضاهى لدى زائر الجنادرية بمعايشة الماضي من خلال ما يقدمه الحرفيون مهارات بدأت تندثر بغياب أصحابها عاما بعد عام مثل صناعة السلال والخوص والفخار السلال هي صعبة لكن وش تسوي إذا أنا هونت ودعك هون ما في فايدة هذه الصناعة عدت تندثر تروح والله جيل الجديد تعارفين الشباب صعوبة تصر عليهم ومنها قلت لها تعالى علمك ما جاك ولا بس لأنها تعرفون لأن ورها أشغال متعبة شوي مثل ما عديت لشي ورها جزاز أسل ورها تصليح ورها شغل تنقية ورها قصاص تعديل ورها حبال ورها صدى لها شغال كثيرة هي من جهة أخرى ابتكرت بعض النساء أساليب فنية قد تساعد في إحياء التراث والحرف الشعبية بقوالب متجددة منها الرسم على الربابة والدفوف والنحط على الخشب الناس ملت من الأشياء المعتادة تحب التطوير وتحب التجديد يعني تبقى كل فترة تشوف أنت وش مساوية فنحاول نواكب الأشياء الجديدة معاهم مو بس ناخذ الطبول للطيق لا في ناس ما تبيها تطيق تبغاها يعني أشياء زينة أشياء يعني ديزاين اللي تتعلق قمنا الحمد الله على ناخذ راي الزبون ونرضيه يتجه حفظ التراث في الجنادرية إلى شكل جديد بداية بدخول الفن ولملاء الذكاء الاصطناعي يوما ما قناة العربية أمن إبراهيم الرياض